تركيز على المشاريع السياحية حاليا في العراق يعني اللي يواجه تحديات أمنية وعدم استقرار سياسي يعني ممكن تكون غير واقعية تحديدا لكن ممكن على الأمد البعيد خصوصا مع رعاية مثل هذه المشاريع يعني لأسباب دينية ممكن تتعلق في بعضها لأسباب دينية ممكن تكون قادرة للمستقبل المتوسط أو المستقبل البعيد أن تكون مشاريع ناجحة تنفيذ مثل هذه المدن سيسهم كثيرا في فتح مجالات عدة منها الامتصاص البطالة الموجودة فضلا عن يعني توافع إيرادات مختلفة للبلد وبالتالي ستسهم أيضا في رفع المستوى المعيشي للفرد الموجود في محافظة الضيقار تستحق الكثير بوصفها مدينة تعايش سلمي وحوارية أديان كبيرة مما يخفف من وطأة الخلاف ربما عن طريق الحوار الأديان وأيضا لإبراز دور أور التاريخي العظيم ذو السمعة العالمية الكبيرة فنأمل حقيقة أن يتم هذا المشروع وينجح ويكون مثيل له في بقية المحافظات ليكون موردا مهما سياحيا آثاريا للعراق بحاجة نحن إلى بناء منشآت أخرى مرادفة للمعالم السياحية لجذب السواح من خارج العراق والآن نرى كيفية الحج إلى أور أصبحت المدينة إذن قاب قوسين أو أدنى من مصاف المدن العالمية التي يقصد لها للزيارة الدينية والسياحية ترجمة نانسي قنقر